مساء الخير يا جماعة ايه ده؟ أستاذة عليا أستاذة عليا تعطفت وجات البروفا يا جماعة كلنا نرحب بأستاذة عليا نورتنا في البروفا الله بس نعم بروفتك ما عاد على الساعة كامية يا أستاذة المزرح ليه احترامه احنا عاديين مستنينك بقال ما أكتر من ساعة معلش أنا أسفل كان عندي مشاقير مع يوسف خطيبي ايه؟ ولياكم أنا بروفتي ما فيهاش ديوف ايه اللي جايد؟ خطيبها بوصلها في مانا؟ عادي يعني يا أمجد خطيبي جاي يوصلني البروفا لا لا مفيش مشكلة أهلا يا خطيبها منورنا ولا ياريت يا جماعة كلنا نرحب بخطيبها ممكن يا خطيبها ما تأخرهاش تاني على البروفا عشان ديبها وعيد شغل يا عليا يا قلبي مش هنفع تتأخر تاني على البروفت المسرح مش عايزين للأستاذ عاطف الطيب يزعل مننا صح يا قلبي عليا بعد كده هبقى أزبط الألارة ولقلك بكلمني انت صحيني منه مش نصح علي صوتك ما شاء الله إه الجمال ده؟ عمر وسلم يا ناس هوواههههههه لا بصنا يا زعلان والله يا زعلان إزاي ما تعذبنيش على الخطوبة ينفع كده؟ لا معلش أصلحنا عزبنا بس الناس اللي بنحبها عشان كده مش هنفعني عزمك تمام أه ومعرفتماش بنفسك بقى أستاذ يوسف تشتغل إيه؟ شيف لا والله طبخ يعني ده انت حذك في رجليك ده انا ماما لسه ايلاليا ياامجا ده انا محتاج اطبخ والسفرجي ابقى تعالى لا ما هي اقلقتلي مبرح وانا معاه ايه طب اه استاذ يوسف وخطبته استاذي علي اتفضلوا برا البروفا دي مقدسة وموعدها مقدسة واللي ما يحترمهاش مش هيحضرها برا برا معلز نجم روى يا ريس برضو مش هتعمل بدور يا رأيك روى التهولك مش انت جايباني هنا عشان تخذي بيا هيخذني تغريب قوي ليه؟ عشان فاهم ومكمل ودي حاجة مش طبيعية انا بعمل كل ده عشان رياحك لا معلش بقى ايه ما اسمهاش روح يسمى عدم غيرة واي انك انت بالرياضك ايه مفيش رجل يقبل على نفسه كده عارف بقى دسمها ايه؟ اسمها ثقة بالنفس لا ما اسمهاش كده اسمها ان انا مش فرقة معيك اطلا استندي بس طب اوصالي يا عالية طب خديني وراكا على الاسكوتر خديني وراكا على الاسكوتر طيب اشتركوا في القناة جزن ratios عن ايه هو ان يخcesه قبل غراج PA جزنى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اوصول خديني ورohn48 اشتركوا في القناة ايه؟ هتبقى مبسوط يعنى لما السبعة ايام يبقوا ستة؟ عادي مبايتش تفرق أستاذ يوسف يا سمسم فيه ايه مالك؟ ايه اليأس ده؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ حصل اني لبست واحد بريء كنت في قمة الامنية وديته في دعية بدون اي زمد بس والله العظيم انا كنت مضطر شفت بقى انينا سعب نضطر نعمل حاجات غلط واحنا مش عايزين نعملها كلنا بديبقى مضطرين يا سهام والتصرف اللي بنتصرفه بيبقى شرقه بس لابد نعمل 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 بكبت المحكامة خضوريا على كل من السلاف القهر المراكبي شريف مصعد فاهمي كريم أهباد المفازي بالبراءة من الكعم المنسوبة إليهم لعدم كفاية أدلة الثبوت الله أكبر رفعت الجلسة محكمة موسيقى 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 اه بعض اللي حكيته لك ده بزمتك يستحقوا اللي قاتلوا ولا ما يستحقوش مش عارف بس حتى لو يستحقوا ايه كان مبرر كل اللي حصل بعد كده يا يوسيقى في ناس كتير تستهل القتل يا سهام حتى لو مش بيدفع شخصي ما أعتقدش أكيد في حل تاني جري القتل مش كل الناس الحلولة التانية بتناسبهم أوقات كتير بيكون في حل واحد وجزري خايف أقولك مش مقتنع بتعمل معايا كمان كده ما تستنيش المغلة بتاعي ولو ورتك بعينك إن في ناس كتير تستهل القتل